نجربه طريقة تحضير الفطائر المخلفر اللي كيجوا سهلين وكيف ما قلت تعودنا الطريقة يعني استحيحة ديال المخلفر كيس بغي شوية ديال الخدمة بلي الدين هادي يعني نبغينا نقوله كيشبه المخلفر وكيجي مزيان حتى هو اللي ممكن ان نصيبه كفطائر كنعرفو انه في شر رمضان الكريم كتكون يعني اشغال كثيرة وكيكون يعني التعب يعني لانه التوجد كيكون بشكل يومي ممكن ان نصيبه حويجات اللي هما سهلين وما غير يخطوشنا الوقت بالزاف فبنسبة المقاد المخلفر اللي نحتاجوا زلافة طحين فورص من نوع الجيد مغرب المزيان وزلافة الطحين الفينو لناخدون نفس الزلافة اللي عبرنا بها طحين فورص نعبره بها طحين الحرش الفينو غاد نحتاجوا بيدة واحدة كاملة معلقة مطوستة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز او الأخميرة الفورية خمارة الحلوة جوج زلايف ديال المدافي معلقة كبيرة ديال السكر سانيدة وقبيصة ديال الملح فهدوهما المقادير سنعودوا بالنسبة للفتائر سنفرق لنا سنحتاجوا زلافة طحين فورس من النوع الجيد مغرب المزيان زلافة الفين والحرش بيضة وحدة معلقة الخميرة المعجونة الخبز والفورية اللي موجود خمارة وحدة حلوة خمارة حمراء جوج زلايف المدافي معلقة كبيرة سكرسانيدة ومعلقة الملحة هدوك المقادير نعبروهم بزلافة ديك المتوسطة لا تكون صغيرة بزيف وتكون ديك المتوسطة وفي نص الوقت لا تكون كبيرة بزيف يعني زلافة عادية معروفة يعني قد اديك نشربو في الحريرة ولكن على حسب لأنه كل واحدها بكيفهش القيس ديالو في زلايف ناخدو لك زلافة اللي هي متداولة اللي معروفة عادية في الحجم ديالها ما كتكون صغيرة وفي نص الوقت ما كتكون كبيرة بزيف ونفس الزلافة كان عبرو بيها كيف ما قلت المقادير بالنسبة للطريقة هدو ناخدو الكاس ديال خلاط الكهربائي وغدينخدمو في هادوك المقادير كاملة يعني بطريقة العادية غديناخدو كاس دي الخلاط الكهربائي وغدينديرو في بيضة وحدة معلقة دي الخميرة المعجونة دي الخبز خمارة وحدة دي الحلوة غدينديرو معلقة كبيرة دي السكرسانيدة شوية دي الملحة زلافة دي الفورس زلافة دي الحرش كنخلطو مع جوز لايف دي المدافي كنخلطو هاد المقادير كلهم عبادياتهم في الكاس دي الخلاط الكهربائي ومباشرة كنخليو نغطيو يعني ذاك الكاس دي الخلاط الكهربائي هاداك شي اللي تحنه مزيان كنديرو في واحد الإناء نغطيوه ونخليو كيه مرت قريبا واحد ساعة غدينشوفو انه لبحالبغري يعني اللام مطالع مزيان ومخلط مزيان يعني وارتاح شفنا الخليط انه مرتاح وديك الساعة كناخدو المقلا يعني لي ما كاتل الثقش وكندهنوها بشوية دي الزيت وكنهزو بالمغرفة هاداك الخليط دي المخنفر وكنهزو بالمغرفة وكنديرو بطريقة العادية كيف كانديرو يعني الكريب او لا يعني البانكيك وكننخليو حتى كيه طيب ملتحز مزيان ومن بعد كنقلبوه لجهة اخرى وكل مرة هزينا كندهنو المقلا ما بين يعني المرة اللولة والتانية يعني كل مرة هزينا هاداك الفاترة دي المخنفر كنمسحو هاداك المقلا مرة اخرى بشوية دي الزيت يعني نديرو واحد انا واحد زليفة صغيرة دي الزيت وواحد يعني واحد المنديلها كنقي ونقاو دائما نزو به ونمسحو هاداك المقلا ونعاودو نديرو يعني ذاك العجين او لذيك الفاترة دي المخنفر ومن بعد من اللي الطيب لينا تحمر نقلبوها على الجهة اخرى من بعد سافة مليكة توجد كنحطوها يعني مغطية واحد تستربيتها وذيك الساعة كنرجعو وكنعاودو نمسحو المقلا بالزيت وما كنكتروش زيت يعني يعني كنمسحو مسحة خفيفة وكنعاودو وما بين يعني كل فاترة دي المخنفر درنا وطابت لنا كنعاودو المسحوب شوية دي الزيت ونبقى وغدين حتى كنكملو العجينة فطريقة سهلة كيف ما قلت ناخدو الكاز دي الخلط كربائي غدين ديرو في زليفة دي الفورس زليفة دي الفينو الحرش بيضة واحدة معلقة دي الخبيرة المعجونة دي الخبز اولى الفورية خمارة حمرة دي الحلوة خمارة دي الحلوة جوز لايف دي المدافي معلقة كبيرة دي السكر سانيدة ومعلقة دي الملحة واللقبسة دي الملحة كنخلطوه مزيان في الكاز دي الخلط كربائي من اللي كدور لنا مزيان فتحان يعني كيتخلط مزيان كنفرغوه في واحد الإناء وكنغطيه وكنخليه كيخمر جهة ساعة من بعد ساعة دي الساعة كنطيبوه في المقلى يعني دي البغرير دي الخب مقلى اللي ما قد تلصقش ودك الساعة من اللي كنطيبوه ممكن بغيو نقدمو لكم الاختيار كيمشي مع زب دابل دي ممكن ديرو زيت العود ممكن آملو ممكن لاسل على حسب الرغبة دي لكم باش بغيتو التاكلو كيجي ممتاز نتمنى تجربوه هد الفتائر دي اللي مخنفرق وبصحة ورح